موسيقى بنجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية ودلوقتي وسلنا الجزء الأخير من حلقتنا مناورني ومشرفني المحل الرياضي المميز محمد عباس يا عباس صباح الفل عليك صباح الفل عليك والناس يتفرجوا عليهم كلهم للأسف تلاتي صح انت كنت متوقع أن انجلترا هتوصل واتعمل وأنا بصراحة قلت لك سعية ألعب الأداء اللي كنا شايفين لسه هاجيلك كمان يوم بعد النهاء بيوم إن شاء الله يعني تفسيرك إيه طب جدا لحاصة هي طبعا قس الكرة فيها كل حاجة بس الأداء وانت شوفت كنت شاكل باتكرم لوحدي برضو الناس في الجلترا كانت بتنتقد الراجل لا دا أي حد معادي بدا من تكفزيون كان بيولك بالضبط اللعيبة كانت مظلومة مع المدرب ده المدرب ده دلوقتي بيوصل باللعيبة النهائي انا شاء الاسكت بتكلمة بالله هوا مدرب انا حاسس انها بيذاكب انا مكسوف انا بقول الكلمة دي والله على سواس جدا بسها بيذاكب فعلا في حاجات فيه ايوب كده قاتلة ابتدى يصلاحها شوية انجلتيرا من برح لابت احسن ماتشي لها في بطول لا بالضبط والشروط الاول ده يعني هولندا كانت احسن منها بس هولندا كانت احسن شو تاني واحسن في مسك الكورة بس خطورة لا لو جبت الكار الخطر اللي انجلتيرا اكثر وتحس طوله ماتش انجلتيرا اللي هتكسب سيبك ان الجونج ايه في قيمت بس انجلتيرا هولندا كان لها فرص برط بس مش اللي هوا متأكلش عايش يعني حتى بكارت عدفان دايت دي بيكفورد شالها على ما ترفره يعني مش خطر بس هوا بيكفورد اللي عملها شكل بس الفكرة بس الفكرة مبارح ان ساوسجت صلى حاجات كتير اول الناحية فكرة ناحية الشمال لما بيحب يمسك كورة بينزل شو فكرة يلعب تلاتة يأمن شوارة يدي اريحية لفودن في ناحية ساوكا يعمل تجميع تلعب ناحية المين بس فيش هات حاجات كده هو بتالي يعدلها فكرة ان هاريكين ينفع يطلع لو مخبوط مبارح انت مبارح برضو تغييرت هاريكين دي شوفتها ازاي هو فاجل اللي تلعب بعد كده اوضح في المؤتمر ان هو كان مخبوط ماشي تمام بس انت احنا بنتفرج مش عارفين بقى الكلام ده لا ده في حاجة عجيبة بقى الناس مخدتش بالها منها ان هو بقى له ماتشين بينزل توني ايه اللي خاليه نزل واتكنز طبعا الناس اللي بتفرج عبر ريبير ليد وبرده طلع في الفودن ونزل بولمر دي تغييرها بيعملها عطور واصلا فيه هو فيه الحياة كده ان بولمر ده ما بيلعبش بس برده مع ساكا وفودن عنده هساني مع ساكا وفودن وبلنجهام وفكرة دي بس هي فكرة تجميع تلعب بفودن مع ساكا دي قوي قوي وبالما لما بينزل بيلعب لقدام بس فيه حاجة هي دي اللي خالت انجلتورة بترجع في المنشاط وخالت تلعب حيلا ومبارح والبودة اللي ما بينزله بيلعب حيلا الجيل ده بيلعب من غير اي حسابات من غير اي تعقدات او ما عندوش مشاكل نفسية تجاه البطولة بس هم عندهم ضغوط برضو عليهم في نفس الوقت من جماهيرهم الجماهير نفسها مع اسم الموتخب اللعيبة دي يخب بالك زي ما انت بتقول لهم الشخصية كانوا تأثروا بال بس اللعيبة دي ما عنداش سوايا بقى فشل قبل كده كان المشكلة ده ومتخب الانجليزي فضلنا 12-14 سنة نشوف لامبردو جيررد وبيكهن بيلموا بعد كده وقوين ويروحوا يضغلبوا ويطلعوا ودائما كان المعظم الوقت بسوق حظ فكان فيه ايش وكان فيه اي عقدة اللعيبة دي ما عنداش عقدة مع الله واتكنزنبارح لعيب او مراي لعب بطولة كبيرة طب ما لقى لفه وحطه كرة سهلة او كرة سهلة بس صعبة في البلعب ايه اللي يخوفني اعمل كده انا بلعب لاب اللي بعمله مع اسلون فيلا 38 اسبوع ايه اللي يخوف بلما بالنويلعب لقدام دي اوي بطولة كبيرة ساكة انا لسه قدام كتيرة ضايع انا لسه صغير بلنجهاما انا مكنتش موجود مع المنتخف في اليورو اللي فاتس اصلا فاللاعيبة تحس ايه اه مكنتش حد عارفه حد مسانا يعني اه عيال صغيرة جعانة كرة وعندها شخصية كذبتها مع عندي ايتها جاي بقى تثبت ده فالله فمين اللي بتحطحت الضغط ممكن تلايه وعشان كده هو اه اللي حد فيه ساوسجت هاري كين كل كرة عايز يحجز اه يحجز كرة يشغل فريق مش عارف ايه اه مين تاني ووكر حزد مسؤولية اوي ماتش اللي بعدين نلعب احسن شوية مع سويسرا ما هو قالك انا حتى المستوى يعني ارتفع المباراة عن المباراة ده كلامه هو وكلام اللعيبة حتى لو شوفت ماتش سلباكي غير خالص ماتش سويسرا غير خالص ماتش هولندا بزبطة بتلعب احسن ماتش سويسرا كان كويس عفل انجلدار كانت شوية عشان ماتش هولندا لا انجلدار تطعفه الاقوى والناس اتفاجئت انبالح الهدف انبالح برضو الوقت بتاعه الخدم يعني مرحب بس لا هو الهدف الوقت الاهم بالنسباني مش الجن بتاع المكسل جن تعادل هولندا لو كانت جابت التاني هتروح بعيدة عنا كوي والجن كمان جي بتاع هولندا لو تأخر كان ممكن يصعب الدنيا عليهم شوية جدا واول سبعة دقيقة انت واكل هولندا فجأة تروح لاي الشرطة تروح كده طيب جن عالمي يعني سيمونز انما التعادل اللي يجي في الوقت ده وبعدين شخصية طلعيه برضو بس انا عايز اقولك برضو اللي انت يعني تلات مرشات ورابعة بتتأخر وبترجح ديتطمنك في الطولة كبيرة وبترجع برضو في الوقت تتا يعني اغلبيتهم اه بهم في الديا بعض صيح مرشة اسلوباكة بتاع بلين جاب وبعدين جوم في الديا تامنين ودير بسويسة بتاع ساك وبعدين براح تجوم في الديا تساين فبحانا ده بان علينا فبحانا اه انت متحيز اول انجلترا يعني اه تقولك تستجمع منهم ومش هافئك تلو مولود هناك يا عباس مش هتكلم كده عايشنا عايشنا ايام سودا مع انجلترا طيب هولان ده برضو مبارح في ناس شايفة انها ماتستحيش يعني ماتستحيش انها ماتتهيلش بصراحة مبارح هولان ده برضو خبارك هي نفس فكرة انجلترا شوية طبعا مش بنفس اللعيب ونفس النجوم بس كلهم جيل جديد برضو اتفاجئنا برضو بالاداء او خاصة تشافي سيمونز ده لعيب جبار على مدار البطولة كان جاجبو هو النج طبعا ريندرز ممكن يكون في تحيص شوية بحب ميلان 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 فاندايك هو هو بس لعبه اللي في المنتخب هو هو ليفر بولي اعما فيش اهلا مبارح كان سيمونز كان فاي قوي وكان فيه مشكلة مبارح النجاجبو هو اللي كان غاية النجمي بتاعه بطول بطول و ديباي حسابة ديباي اتقصرت جدا طبع مع انها نفعت المنتخب شوية انه هولندا مسكوا الكرة احسن شوية لما ديباي اتصاب الناس ده لعيب وسط مععب مسكوا كرة شوية اكتر بس برضو ده افقد شوية المنتخب تعلانه هجمية بس وكان وسط مععب متاكل منهم جدا بصنا ما تلعب انجلترا 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 انده لعبت وسط مععب كفي العود الواجل بنزل كلهم جمدي لا والعدد هو ملعب ثلاثة ربعة ثلاثة في واحد من مساكين ووكر او جويه بيقدم وسط مععب والهجوم الاثنين اللي داحته بصحابة بينزله وسط مععب فانت بتلعب سعب عفل وسط مععب وعشان كان مانشو اسبانيا هبقى صعب على اسبانيا التعودوا من يمسكوا الوسط الملعب طبعا يعني رودري دا ملحامة يعني بس رودري دا اللعب الوحيد اللي يقدر نفسه في العالم لقتي ديكلان رايس هتعمل كسافة عددية من رويز العظيمة ما هي دي خبرك يا المعركة كلها تبقى في نص الملعب خنائة وسط الملعب داسترا ومبين اسبانيا دارة النص ديها هتتربط بهم في الملعب في الاسبانيا هم زي ما تبطول احسن منتخبين في البطولة وفي العالم بقى عندهم اثنين يعني لعيبة في مصر الملعب رودري اه رودري وديكلان رايس هولندا مبارح متحيق رقي ان هولندا واليوم اللي قابليها فرنسا اتغلب المنتخب الاكثر جبناً في الابل الناقي اللي خايف اكتر هولندا مبارح ما بتوحش مش زي هولندا ممشاطة اللي لا انتعزك اللهم يعني كانوا مسكين كورة وبتاع بس انا خايف اه اه وبالذات مش هتلور انا خايف وجبت جون وخفت فرنسا جبت جون وخافت انتخب اسبانيا وبعد ايها انتخب انجلترا انا دخل فيها جون ومش خايف بس السيناريو الماتش برضه وعباس بيخدم ما ينازم تخدمك ما هو في مبابية ضايع اتنين قدام اسبانيا اتنين مدعوش طاعت البابية بس مين اللي يكسب انا اسبانيا اسبانيا احسن انت انت شايف الماتش كده اسبانيا احسن اه فيك واركة ممكن دي تخلص ما هو قلمه لما بيلم وشاط لو ما جاتش في رجلي كوندي بس هو يستاهله انبارح لو انا هاركين بحط رجلي لو دون فرس ما دخلش مش هاخد بين التين بس انا استاهله انا ده ضغط انا مصدق واللي قدامي خايف ده اللي كان باين هو في المتشين فمنسا جاب الجون ما صدقيتش انها تكسب خافت التانيين يجعوا وانبارح انجلترا دخل فيها جون هولان ده ما صدقيتش انها تكسب رجعت انجلترا كسب بس من خلال بقى رؤيتك الفنية للبطولة كلها بشكل عامل كل المنتخبات اللي لعبت في البطولة شايف ان اليورو فعلا هما دول المنتخبين اللي استحقوا اللي هما يوصلوا للنهائي اسبانيا ببشارة كل هي طبعا تستاهلتها اه اه انا مش بحابة كله بقى كان اي الالمانيا اسبانيا ورمانيا عشان خبطوا البعض اسبانيا ورمانيا وكاملوش خبطوا البعض بص السكة سهلت الدنيا على انجلترا راحت في السكة السهلة مع ايطاليا وطولة البادري وهولندا ولعبتها انما الناحة التانية دي كان فيها تب انت شايف انجلترا لو كانت الناحة التانية كانت ممكن تخرج مش انا بشاجع انجلترا ولا كانت توصل البرد المانيا صح معجنة المانيا بتلعب اسبانيا وبرتغال وفرنسا وكسبان مع الكسبان دي كانت يخناء بس هي الفكرة لو ما كانوش قبله بعض كانت هالي النهاي كان المانيا واسبان ده مستوى البطولة انما البطولة ما بتبشيش كبه احنا يعني في بطولة دايما بحطها دمعيني كده ايطاليا في 2006 اول منتخب كيف يلعبو المانيا في لبلنا انا بلعب استراليا ووكرانيا والدنيا جميلة جدا وقدين بلعب واول شوط هلعبو هولئات الاضافة صح في البطولة كلها انا جايبتك في البطولة قبل النهاية بتشوط البطولة بتخدمك اللي هو نعب تخدمك بتمشي معك وظروف المتشب تخدمك وده بالجزاء من هنا قواتي دي في العرضة يعني مرح مرح فودة نحط واحدة في العرضة بس امليها طول دون فرس حاطة واحدة في العرضة كان ممكن تود انجلترا ده طيب بعد كل الاحداث اللي حصلت دي شايف ان انجلترا في الاخر بعد ما كل بيقول كمان منتخب اسبانيا والمنتخب الجبار والمنتخب الجامل شايف ممكن بقى يعني بعد ما وصلوا يكسبوا اسبانيا اي نهائي اي نهائي في الدنيا طيب شا انت شايف هما بالنسبة لهم لو لامين يامال وويليمز ناحد تانية يعني تقفل عليهم صح شايف مرهبين لامين يامال وويليمز ولو اني برده محدش شايف يقفل عليهم يامال ده اه 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 بالضبط اه يعني هتعمل له ايدا بس يامال وويليمز اه خطرين جدا بس الفكرة انت بتوصل لهم دايما بشكل لعب درافو انت عامل منظومة كاملة من الموضوع مش بجبارة اللونج باس مثلا لواحد فيهم لا ده منظومة لعب يا مرحب في رجل رودري ده حاجة هيلة ورويز عامل بطول هيلة قلمه اه اه شو بيدري ده تصاب اصابة قلمه ده يتعلق كنت برده يعني بكلم برح مع احد مصحابي اه قلمه ده اه اصابة بدري جات في مصلحة اسباني انه قلمه بيكمل بشكل عمودي بس رغيب في مدد الجزائر بس في ماتش النهاية اصابة بدري هتفرق جدا وقلمه مش هينفعه ليه عشان انا عايز امسك كرة في وسط مرحب بقوله قوة منتخب انجلترا ان في لعبة كتب اوي في وسط مرحب وعندها شخصية تمشي بالكرة عادي وبيوصل بعض اصباني عايز تمسك كرة هنا بدري بقى هنا كان بدري ينفع وهيبان اوي تأثير اصابة بدري هنا الفكرة التانية كمان ان لو اعتمدوا كتير على الكرة المرعبة اللي بيعملوها لامين يامل في ظهر الدفاع ورويز بيكمل بدماغه وويليمز برضو اه الكروس اللي بعملو لامال ده كروس ده مرحب بس هنا لو عملته ميني مدافع اليمين عند المتخب انجلترا اكتر مدافع ممكن متاصق فيه في العالم الهدى بتشوفته ازاي اه مع مع كامل عدم حبي لمنتخب اسبانيا قمت سقفت قمت بالمكاني وسقفت انت كنت تتوقع ان الراجل ده في السن ده يبقى بالامكانيات دي ده ملحمة الجن نفسه ملحمة لما تحط في دماغك انت اوما بيجي الجن لازم تلتن سقف وباية كام تشجع مين بس انت كمان لما تضع التفاق قرار والتنفيذ والذكة وماتش مع فبانسة وعايز اتحاد اللي مبابي يدنحها التانية قدامي ومش حايف ايه وبالم كده وبعدين متقفل علي عالطرف بضم الجوه اكتر 16 سنة بقى كمان وكل ده 16 سنة اوه يبقى ما بانك انت ده كمان 4 سنين هيبقى الوضع ايه وصغرين اوي يعني هو من انجامل وفضل الخناء كده بتاع 16 سنة بمناسبة لمين يا ميل السورة انت شايفها دي ما على كده هجيبه اه ميسي قالك هجيبه اطفال لما سيكون لهم ميسي يحميهم بقى اما كان بيبي اه 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 الشخصية دي بتاعتميسي العابي الصغير اللي بيلاقي يضمه في ماتش سيمي فان اليورو ومغلوب ده كمان مش كازبانية تنصفه مثلا بجرد لأ وخرجوا خبرك انت خدت بقى الماتش اللي كان قابل فرنسا اما خرج لمين يا ميل في الشوت التالي وكان زعلان الراجل بيروح بالكرة بص في حاجة في لمين يا ميل وموجودة في ساكة حاجات دي برضو بتبقى صدف يعني الصورة انت شايفها دي اه طب عندي صدفة اه نتحسر بس اقولك حاجة عندهم هم برضو حيطة كده عندهم اللعيب اللي عندهم مغهبة بيشتغل ده صورة الحدث خالي في 2007 اه بيشتغل عليه اللعيب اللي عندهم مغهبة بيشتغل عليه عندهمش حاجة بالصدفة يا اه ماشي الصورة جات صدفة انها كمل بس لا عندك مغهبة هشتغل عليك يا ميل ساكة يامل اللي اتنين عندهم حاجة الناس عايز دانس تتركز عليها في النهائي وليمز كمان العروض اللي وليمز شكله شكله خلو بلع اه بس يامل و ساكة عندهم حتة كده لا ده كواليتي تاني ده وليمز ممتع انما يامل و ساكة عندهم حتة كده بيوح لمدافع الاهم في المنظومة اللي قدامه ويبعز بقاسه يامل كان بيوح تيو لا المدافع مين اجمال ضحت فيكو اه اه انا عايز اعمل ساكة صورة اه انا عايز اعمل واحد على واحد عشان لو عديت ادي ساكة الزمالي انت متخيل مين دول ساكة ده واحد وعشرين وعشرين سنة انت عايز تقول لهم عندوش يعني ما بيهابش حد اه نازل يضحك نازل ينبسه يامل ده نازل ينبسه لو تشوف رأسه هو وليمز ده اتنين ينبسه هما انا الكورة اللي بيقدمها بصراحة ما تقولش ان هما عندهم ستاشر سنة حسوم ان هما بيلعبوا ايه يعني بيلعبوا في الدورة او في الورو مثلا عندهم ثمان سنين عارف انت ان هو ايه لا ما فيش اه ده مش سينة فايل انا عزب بسط لسه جايبها السنة اللي فاتت قدام فرانسة ابعده في ربا للشباب هو نفس الجور دي بتاعتي وهو عاملها وعادي ايه ده تيو هرناندز احسان باكشنان في العالم هلعب اللي قدامي ده كانت او قدامي ده مش عرف الرب يمش هلعب هو راجل جايب بسط ساكا مبارح اذا ده خل فينا جون اه ده خليت ماشى في المنطقة الجزاء اولاندز والهدف انت شفت انت الهدف اللي هما اللي ساكا احرزه مبارح اللي اتحسب افصايت اه فينش في الديها باعو 80 اه فينش مواجه ويضم ايمتل جوه عشان الكورة تمامين اقول افصايت خبرك عالشعرة زالت او عليه والله انت من الوهلة الاولى تشوفها جول ولما حبتها لما اتعادت قلت فيها شك بس الفكرة ان انت في الديها باعو 80 رايح تعمل ده بص انجلتر ما هندوش كمان عزولك يعني ما بعد اللي جون ده ما هندوش يعني مش لها كان فام زيعل وبتاعه وخلاص بك هلاندز مكتش مصدق هلاندز خدت نفسها مع الهدف اتحسب افصايت وافتقوا ان هم كده هرده هرده وعندين عندهم جول يبقى كويس اوي في الرباط الجزائي بس امبرح كمان اه بس امبرح كمان في الهدف اللي داخل فيه سعب اوي كل رايحة في حتة محبش توقع ان الفانش هيبقى بس اللي اتفرج على اسلون فيلا في 38 اسبوع في الدور انجليزي عايف ان واتكنز ممكن يفنش دي عادي يعني جوان كتيرة مبهرة شايف ان فيه لعيبها كتير ممكن نشوف اندها كبيرة للفترة جاية طبعا واتكنز و ايف انتوني اصلا اندها انجليزية كلها بتتكلم عليهم يعني مش هيستمر ده تفتك المعادسون فيلا المعادسون فيلا صعب هم يلعبوا شامس ليجو كل حاجة بس صعب حتى لو استمر السنة الجاي ما اعتقدش حتى السنة الصعب بعد اليورو واتكنز اصلا اصلا اتفرج فعلا عندها من جهز السنة اللي فاتت واتكنز سيمونز كمان عندك في منتخة ولندا وبلعب في المانيا محدش برده سيمونز برشلون بيفوضه برده 3 سنين ولا حاجة انا مفضي ياخده خلاص هو كان في باريس وكانت لقع عارة في المانيا هو كان يرجع تاني وكان يروح تاني هو برشلونة هو شكل برشلونة بس هو ملك في باريس بس هو شكل اه 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 طبعا خبارك برشلونة لازم امتدعم بقى معلمين يمال برشلونة لازم 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 يجيوه لازم الهرمونة بين اتنين جناحات وعندي واحد منهم وماشية في المنتخب ومعاك في البلد اخذك بالباو يعني وهو صاحب ده بيلعب الجناح التاني اللي نقصك انت لو عايز تبني فريق تبني على اتنين دول بيلعب في وراهم انت يعتبر معاك القط الهجومي لمنتخب اسبانيا بيلعب في برشلونة عشان يداره حتى ينفسه وتفاهمين وبيحبوا بعض وده حلك الوحيد انك تنافس البترة السنة اللي بتعملها بيا مدريدنا حتى والخط الهجومي بتعليل مدريد للسنة الجاية انت شفته اكتر ما هو كان اللي بيعمله هيعمل قد وانا بقولك هيعمل قد ومدتارة اربع مرات السنة الجاية معوجود بقى مبابي وبلنجهام وبرسة وبنيسيوس طيارات قدام يا بريد طيارات قدام طيب ونفسي هيا نفسي بقى عشان صلاح بقى حدي يعني ما هو كل سنة بيشيلي الليلة من ساعة من الناس مشيت بص لو اشتغل على جاكبو ان هو يلعب هو ودياز حلول ويفتحه البعض او جاكبو ونونس بمستوى اللي بيقدمه نونس في الكوب امريكا لا او لانه جاكبو الراجل عنده قوالة يهيل في منها لك لو يلاعب على مستقل حد بقى يشتغل مع الناس دي اوه ينزبوا وبرده هو بقى انت شوفت عامل ازاي في البطولة لكن في اتليتك بالباوس انا مش مناور اوي يعني هو نور اوي في البطولة بس هو طريقتهم مش اللعيبة اللي معايا طريقتهم ما تسمحلوش ان هو يكسر دين اخو بيلعب متخبجانا انت عايفين اناكي الاتنين هما المناورين بس الباقيين مش مش احسن معين كل العيب بينزل من اتليتك بالباو وينزل مع المنتخب بيكسر الدين باو هو يعني دي دي دلافونتي الراجل انا اوه ما بشوف منتخب بيعتمد على اندية المديدو برشلونة من زمن يعني من قبل دي البوست كمان يعني من زمن اوي فلا الواضح ان اتليتك بالباو عنده قوالت بس راجل نجح معهم بصراحة ان هو يوصل بالعيبة دي الراجل اخو كله بطلاط الاوروبية بطلاط الاقليمية اللي شارك فيها مع منتخبات اسبانيا للشهاب والنشي فده تطور طبيعي اشكالي بقولك معندهم مش حاجة صدفة دلافونتي الراجل قبل البطولة لو سألت اي حد الناس اللي بتابعك كرة بس عارفين بالزبط مش زي الاسماء اللي قرى ان انا بقى دي البوسكي ومورينيو وردولة وانشروتتي ومش عافق لا ده انت ردلاتي لو سألت الناس حلاه وعافين دلافونتي خلاص بقى راجل بايل لك ان هو راجل بلعب كرة الجميلة بتاع تانشروت اللي احن نحبها لكن انت انا فهم كده بقى من توقعاتك اللي انت شايف برضو لانجلترا ممكن بس توقع خمسين خمسين بس الحاجات كلها اللي بتحصل ممكن السيناريوهات دي بتاعة انجلترا ترجع تلقى مورشات تبقى باقي خياوي اللي افلى بحشة اه 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 شكلها كده راح عن انجلترا اه بالزبط بكل برا هنرجع الفاضي فلازم في الاخر نختمها دينا احنا في الاخر احنا احنا المستفدين واحنا اللي بنتمتع اه بغض نظر عن ايه احنا حاجة في البطولة دورة تمانية بابنها اه طبعا بداية لازم نتمتع في اوروبا لازم نتمتع عندك في مصر ايه اه طبعا اه طبعا نتمتع في الاتنين اه بالزبط مفيش اي فروق يعني كلها شكليات بس بنتع نروح بقى معك للشكليات الشغل بتاعنا بقى اه بالزبط شغل بقى بتاعنا احنا بقى جميل شايف النهاردة من نادي الزمالك مع الجيش الزمالك طبعا تعرف الظروف اللي هو فيها وغيابات اللعيبة والاصابات اه طبعا بيرجعلك فتوح النهاردة والجزيري موجود المجردات تانية بعد الاصابة لكن اه برضو مش كل الفرقة عندك موجودة وكل العناصر انت بتعتمد عليها موجودة ناحت تانية الجيش برضو جاي من هزايم ونتائج سلبية اكيد النهاردة هيبقى عايز ان هو ما يخسرش قدام نادي الزمالك الزمالك اه انا شايفنا بيعيش الوقت الزهبي لجومز ان مش هتلحق فترة اعداد تجرب كل اللي انت عايزه فدلوقتي انت بتجرب الماتش اللي فات جرب لعيبة كان تاني ماتش لمحمد السيد اداء هايل نحي الشمال مجدي برضو ممكن تليم موجود ان اعطف مجدي الدفاع متهيق لي مجدي ان اداء يلعب لانا عندنا اصلا كوارس اه قايمة مفيش مدفعية اصلا ده مش مزاج جومز يا محمد السيد لا بياخد مزاج الرجل محمد عاطف فكرة انت تجرب جناح نجحة قبل كده مرة وفشلت مرة نجحة مع عبدالله جمعة وفشلت معان دايم مع الرجل نفس بس الرجل ده تاني ماتش لا بكواس او عاطف قدام عمار ياسب بياخد دي فرصتك انت عايز تلعب بالاسامي دي وتشوفهم ما عندكش فقط الادات طويلة بس عندك شوية ماتشاط وازا ما لك مش هيفانش اول ده استفيد بقى كل الافكار بتاعتك اللعيبة انت عايز تشوفها الافكار محمد السيد ده ممكن السنة الجاية يوفر لي مركز اعاطف ده انت لو وفرت اتنين بس من اللعيبة النشئين ده بالنسبالك مكسب طبعا ولسه في اسامي داني كتير بس بتهالي اهو مفروض حتى انا عمال اسمع عنه اه لا مساك هاي جسمانيا وفنيا وفكرة كمان نفسي يا حدي ما هو متهيق لي ممكن قدام يامن ده كان ماتش صبحي انت عارف ما مكمل معاك خلاص اه شوف الجنة شي خلي اخلق جن ناشي تاني كمان احتياطي ليه ممكن تكسب تلاقي جن مبهر هايل زي ما فجأة احملين عمر صلاح من كم سنة فجأة كان كويس معنا طب ما تخلق جن كمان فتديهم لان انت خلاص زي ما خالص بقى جنش ما كان جايلك صغير مع عبدالوحد السيدة ما خد برضو طرقه وعب واحد نفسه اصلا كان جل جل عظيم ده ده اصلا بده مع زي ماك صغير قوي بالزبط الناس لو تفتكر في اخرت سنات فانت عندك وقت وعندك ابيحية لا ادي الناس بقى خلاص انت عارف ان ناصر قيمة سابتة انت عادة بتكلم حتى مركز حراس المرمى برضو شو فيه كل ماتش ادي واحد او اثنين كتدي فرصة ذهبية والجيش طبعا مش هي ما اعتقدش انها ده هيكون ماتش ساف هي دايما انت عارف ماتشات الزمارك والجيش بتبقى ماتشات غير اي ماتشات تانية وفاكرة انها هتغلسة مغلوب من الاهلي فهتغرب مزاق دي وحشة هول وبنتائج كبيرة كبيرة اه رخمة يعني حاجة بايخة فانا لازم لقى هاتلة هلعب ومعامو دي فانيه كويس عندهم والدت لعيبة كويسة خبرات من اللعيبة الخبرات زولة واسلام وحارب وفريد في نص المرعب بوسو عن دو كوالة العيبة اصم كله كويسة وي بس هم تهلي هم في ظرف استثنائي بس فكابتن عبدالحل مسابقة وهم بدأوا غلط هم بدأوا غلط هم مش طرع الجيش يعني بتوع كل موسم او السونات اللي فات الفريق اللي دايما بيبقى تايج مبهرة الموسم برضو اصر عليه بصراحة احداث الموسم والمسابقة والجداول والكلام ده اصر عليه وعشان كابتن هالي هو شوفت الكابتن بسوري تلك بوسوا يا حرام جدا بوسوا اهلي بزماني جدينا دي 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 ده انتحار بس هو كابتن عن حين بسوري متهيقلي عايز يفنش بسوري بشكل كويس هو كده خلاص عايز بس انا الجاية ابني على حفنش بيدلاتي شايف فتوح النهاردة ممكن يبتدي ولا يبقى ورقة ربحة معاك متهاري بعيد بس هو معاك اه يبتري يخش واحدة بس اه وجزير بادو اسمعنا ان في مشكلة عضلية او حاجة فبالش يعني لا هو شرك المرش اللي فات بس لو سليم انها لا لا مش كابتن في التنبين انت هالي اسمعت امبارح؟ اه في التنبين يعني حاسب شكة بسيطة لكن مش معصار اه 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 تغذر في راحة ببعك اه خلي اخذ وقت زي شيك احمس معنا انه خلاص بيهجع وابتلا يجهز دي الوقت خالص جهز برحته خالص بس انت برضو في نفس الوقت برضو عايز يعني انا عايز اكثر طبعا اكثر طبعا اكثر انت مستهائي لو في نية ان خلاص برمان ضعي متيابة بق من يعني جمال ماذا بس ده 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 كل ده انت هتشوفه من خلال مستر جوميز وتشكيلته اوها انا عسكر جده ومسته فقل جده بقين ده بيعمل حاجة يعني في حاجة بس اي مدرب في العالم وفتره وليه لا احرز لك بكار يعني بس المدربين جام بزات بنية اسمه اتنين بالنسبة لي يعني كان اكتنعك بالحاجة اللي بيعملوها يا بيعمل حاجة يا ما بيعملش ام لكات مشكلتي مع ساوس جيتنا بيعملش ام خالص انما بتعمل حاجة دي جوميز بيعمل حاجة بيشتغل على حاجة عايز سألك سؤال محواري كده قل لي سؤال مهم ديني عايز عرف تعقيبك على اللي انت يعني فكرة انت تلعب طراعي الجيش في الموسم ده اول مرة وإحنا أساسا الموسم من فضع لشهر هي دي بس يا لا يعني سؤال كده جي في دماغي يعني اللعب جد والله يزورونا تجدوا ما يسبوكم كلها موضوع غريب بصراحة حرام حتى كابتن باسيوني تلعش تاك قال لك انا حرام اللعب يعني في اسبوعين لعلي مرتين ولعب الزبالك كمان هلعبوا تالي مرتين ده بس ده خدم فيه وقت زمني ده فاركو خدموا وبعض يعني اه في شعر يا شعر حلو يعني فاركو ده شعر ده كتير عايز يا كابتن باسيوني احنا مدينيك شعر كامل اه بالضبط ما انا بقولك يعني احنا فاركو اللعبتنا في عشر تيام بص الظرفة الاساس نائي يعني متهيقلي عكل تحت بالنسبة للجيش أو كده اللي انا بفكرهم دي في هاني جيش خلاص مياه على كل لما انا بكلم عن الفقر اللي بنافسها على الهبوط وكده هي علايا كلنا الليلها مخرج دلوقتي وخلاص لانها متهيقلي الوضع مش هيستمدها خالي كتير ياريت فكرة اللي اخبطت المواسم دي هتيجي في موسم هتُفرط منا ياريت وان شا الله بإذن الله بنتمنى ان ببقى فيه سيسم الموضوع مت» متهيقلي سنك جاية فيه موسم السناء وإحنا متهيقلي بإذن الله بإذن الله ياريت ياريت بص أي حاجة في صالح الكرة وأي حاجة هتطور الكرة وتحسن الصورة والمستوى احنا معا ياريت بس ده تدارץ ده تتوقع مش لمش تمني اه لأنا بقولك احنا بنتمنى لان الموضوع وانت بتقفل كل سنة مش عايف تبعط قيمة وبتبعط بالزبط فالنوعيد دي هتخلص موضوعك في الموضوع هتتضبطها طيب اخيرا توقعاتك النهاردة لمغاراة الزمالك؟ يعني توقعاتك المغاراة ممكن يعني ما بحبش اوقع مكسف بس الزمالك عرب للمكسف نهاردة عرب للمكسف في ظل ظروف نادي طلعا الجيش وظل ان العادة الزمالك بتلعب دلوقتي وهي مبسوطة يعني مفيش ضغوط زي ما قلنا على اسبانيا وانجلد ان شاء الله بإذن الله من اتمنى النهاردة ننزل مالك حق النتيجة ايجابية ويوصل الانتصالات بعد ديمقراطة اسماعيلية بس بشكرك انا بس عبن براي في بس حاجة اي حد يتفرج علينا بس نسألهم نسألهم الضعية بس الله عمد رفعت يا ما ننسوش طبعا كل ما يجي اسمه قدام اي حد بس يا جيت جمع الناس عمرنا ما نقدر ننسى فاكيد الكورو المصرية الراحل الخلوق الجميل وكل ما يجي اسمه قدامهم بس ادعوله بس بالجنة وربنا الحمام وصبرنا احنا على فقدنا هو اكيد في مكان احسن وان شاء الله بإذن الله زي ما انت اكيد متابع نتائج التحقيقات الفترة الجاية تظهر بإذن الله من لجنة توزارة الشهاب والرياضة وبإذن الله اي حد ليه حق ياخد ده ده اكيد وربنا صبرنا احنا على بس على فقدة والواجعة اللي بنحس بيه لما نشوف صوته بسبب ربنا يرحمه يا رب ويحسن ليه ويصبر اهل وهمه الصبر والسلوان يا رب بإذن الله عباس انا بشكرك نواطيني وشرفتيني حبيب نواطيني وان شاء الله قابلك بها بعد النهاية اه جيلك بكتشورت انجلتوه بعد النهاية بذل قابلك بشكرك عباس حبيبي العافية يعني مشاهدين خلصنا كلامنا النهاردة في نهارك ابيض اكيد بنتمنى كل التوفيير النهاردة لنا دينا نادي الزمالك في المواجهة الهمة مع نادي طلاع الجيش هكون الساعة التساعة مساء اكيد الشكر موصول لحضراتكم على حس المتابعة اشوفكم دايما على الف خيط